تحتاج جميع الكائنات الحية إلى الماء من أجل البقاء والاستمرار بداية من الكائنات البسيطة إلى الكائنات الأكثر تعقيداً كالإنسان يعتبر الماء من أكثر العناصر أهمية لجسم الإنسان وتتمثل فوائد الماء للجسم في العديد من الأمور ووجود الماء لا يقتصر على أهميته كونه المشروب الأساسي للكائنات الحية وهو من أكثر العناصر طلباً في الحياة وأصبحت فكات استخراج الماء وتطويرها هاجساً كبيراً للعلماء وبعد أن طوروا عدة طرق لاستخراج المياه الجوفية جاءت فكرة جديدة وهي استخراج الماء من الهواء أو الغلاف الجوي من منكم يذكر في المحرب النجوم الذي ظهر في عام 1977 سيفاجأ اليوم بأن ما تخيره مخرج الفيلم جورج لوكاس قبل أكثر من أربعة عقود من الزمان واتخذ شكل مبخرات تعمل بالطاقة الشمسية لحصد المياه من جو كوكب تاتوين المتخيل في الفيلم طبعاً يقوم على المبدأ نفسه الذي على أساسه تم اختراع الجهاز الحالي حاصد المياه بعد الكثير من الجهود العلمية البحثية عبر عشرين سنة متواصلة لحل مشكلة نقصان المياه الجوفية استطاع بحثون من جامعة MIT وجامعة بيركلي الأمريكيتين من الوصول إلى هذا الاختراع التكنولوجي عبر تحويل الرطوبة الموجودة في الهواء إلى مياه عذبة للشرب وكان صاحب هذه الفكرة الأساسية هو عمر ياغي في جامعة بيركلي وهو عالم أردني هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أطلق على هذا الجهاز الجديد اسم حاصد المياه وهو بمنزلة صندوق داخل صندوق فالصندوق الداخلي يحتوي على مسكبة من حبيبات تسمى الإطار المعدني العضوي وهي على شكل بلورات مجهرية مفتوحة على الهواء لامتصاص الرطوبة وموضوعة في مكعب بلاستيكي حجمه حوالي قدمين مكعبين شفاف من الأعلى ومن الجوانب ويترك الجزء العلوي مفتوحا ليلا ليتدفق الهواء إلى الإطار ثم يغطى في الصباح عندما تشرق الشمس ليسخن تماما مثل بيوت الخضار البلاستيكية أو الدفيئة ليطرد الرطوبة خارجا من الإطار إلى المكثف وبعد ذلك ستكون هذه الصناديق الفارغة مستعدة لاستيعاب الرطوبة من الهواء ليلة مرة أخرى إن عملية استخراج المياه من الهواء ليست جديدة ويعد شعب الإنكا أول من بدأ بهذه العملية حيث كانوا يجمعون قطرات الندى ويصرفونها في صهاريج ليقوموا بتوزيعها والاستفادة منها لاحقا بالإضافة إلى عدم احتياج هذه الطرق التقليدية إلى أي مصادر للطاقة بل كانت تقتصر على وجود تفاوت بين درجات الحرارة المحيطة كي تعمل وجاءت فكرة تصميم هذه المواد من الطبيعة حيث يوجد نوع من الحشرات من عائلة ستينوكارا جراسيليبس يقوم باستخراج المياه من الجو لاستمرار حياته المبدأ الفيزيائي الأساسي الذي تعمل هذه الأنظمة الحديثة على أساسه هو أنها تخفض درجة حرارة الهواء الأمر الذي يقلل بدوره من قدرة الهواء على نقل بخار الماء ويتم جمع قطرات المياه المكثفة لكن هذه الأنظمة الحديثة جميعها يتم تشغيلها بواسطة الكهرباء المكلفة جدا إذ يبلغ استهلاك الكهرباء فيها ثلاث أضعاف ما تطلبه تحرية مياه البحر كما أنها تحتاج إلى مضخات ومكابس يمكن أن تتلف مع الوقت وهناك عدة طرق اكتشفها العلماء الباحثون مكنتهم من استخراج الماء من الهواء نذكر لكم منها التكثيف البارد في المولد الذي يعمل على مبدأ التبريد والتكثيف تقوم نوع من أنواع الدواغط بتمرير المبرد عبر المكثف ثم عبر ملف المبخر والذي من شأنه يقوم بخفض حرارة الهواء إلى درجة النذى مؤديا إلى تكاثفه حيث تدفع المروحة ذات السرعة المتحكم بها الهواء المصفى فوق الملف وتنقل المياه الناتجة إلى خزانات تعمل على نظامي التصفية والتنقية لمحاولة إبقاء المياه نقية وتقليل احتمالية إصابتها بالفيروسات والبكتيريا المتواجدة في الهواء على الملف التبخيري عبر المياه المتكاثفة التجفيف الرطب تتضمن إحدى أنواع موالدات المياه التي تعمل على مبدأ تجفيف الرطب استخدام أملاح مذوبة في محاليل ملحية لامتصاص الرطوبة ثم تستخلص هذه الأنظمة المياه من هذه المحاليل وتنقيتها طورت هذه التكنولوجيا كأجهزة متنقلة وقد تم تركيب كثير من هذه الأجهزة على مقطورات حيث تنتج ما مقداره 1200 جالون أي ما يعادل 4500 لتر من المياه يوميا بنسبة 5 جالونات من المياه مقابل جالون واحد من الوقود تم التعاقد مع هذه التكنولوجيا للاستخدام من قبل الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وبعدها تم تطوير أنواع مختلفة من التقانيات لتصبح صديقة للبيئة توليد المياه في المباني الخضراء يعتبر توليد المياه في المباني الخضراء من الحالات الخاصة والمهمة كون درج حرارة الهواء المحصور داخل هذا النوع من المباني أعلى بكثير وأكثر رطوبة من ذلك الذي يقع خارجها وتبرز كفاءة هذه المولدات في المناطق المناخية التي تعاني من شحي المياه وعدم توفره عندها يكون لهذا المولد دور فعال أكثر من غيره من المولدات توليد المياه من خلال الوقود في السيارات تنتج خلايا الوقود في السيارات الهيدروجينية لترا واحدا من المياه عندما تسير مسافة ثمانية أميال وهذه كمية ليست بالضائلة خاصة في الأجواء الجافة نسبيا توليد المياه من مكيفات الهواء تنتج مياه غير نقية كمركبات ثانوية من عملية التبريد الهواء وتكثيفه خاصة في مكيفات الهواء التي تعمل بتقنية التجفيف كما وتقلل من نسبة الرطوبة الناتجة عن هذه الأنظمة يقوم ملف التبخير ذو الحرارة المنخفضة نسبيا بتكثيف بخار الماء الموجود في الهواء الجوي تماما كما يتكاثف الهواء على سطح الزجاجة المحتوية للمياه البارد لذلك يستخلص بخار الماء من الهواء المبرد ويرسل إلى نظام تصريفي خاص لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ويكي تيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية